توصل باحثون في جامعة كولومبيا الأمريكية للتقنية الإصلاح الأسنان ربما تقدم وعداً كبيراً يتجاوز الطب الأسنان في مجال الطب التجديدي التقنية مبنية على استخدام ذوى الليزل لتحفيز الخلايا الجذعية لجسمها للعمل استخدام الباحثون الليزل مخافض القدرة لانتزاع الخلايا الجذعية الموجودة في عاج السن وهو النسيج الصلب الذي يشبه العظام الذي تكون منه معظم أرسن أجر دراساته على الفئران وباستخدامه خلايا بشرية في المخبر نحن لدينا تكنولوجيا ونفهم المبادئ الأساسي ولكن لسنا على استعداد للذهاب للمرضى وهناك الكثير من العمل السريري الذي يجب أن نقوم به قبل أن نبدأ بالعمل بهذه التقنية ويقول الباحثون أنهم لم يجددوا السن بالكامل أن الجزء المكولمين كان دقيقاً جداً لكن الحصول على عاج السن فقط لإنمائه قد يساعده في تقليل حاجة إلى علاج قناة الجذر وهو إجراء المؤلم لنزعينا السجر عصابي الميت أو الذي هو في طريقه للموت بالإضافة إلى إزالة بكتيريا من دخل السنة